أبعاد زيارة رئيسة المفاوضية الأوروبية أرسولا فوردولاين لمصر النهاردة وما يرتبط بهذه الزيارة اقتصاديا معنا من أولنا في الأستوديو الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي والباحث بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس برحب بحضلك تاني يا دكتور معنا يا له سلام بحضرتك بحضرتك الاتحاد الأوروب دايما بيكون عنده هواجس من مسألة الهجرة غير الشرعية وخصوصا إذا كانت المنطقة اللي بنيكلم فيها منطقة فهد طرابات أعتقد أن الزيارة النهاردة كان اقتصاديا الموضوع ده بيأثر الهواجس دي أو الهاجس من الهجرة غير الشرعية لدول أوروبا وتأثيرها الاقتصادي كيف يمكن التعامل مع هذه المعادلة؟ طبعا هو ملف الهجرة غير الشرعية هو ملف مؤرق للجانب الاتحاد الأوروبي فعشان كده النهاردة برضو بيتكلم أنه هو البديل لي أنه إتاحة فرص تشغيل لدول القرى الأفريقية لأنه طبعا هي أكثر الهجرة الغير الشرعية من الدول القرى الأفريقية بالضبط كده فعشان كده دايما حتى سيد الرئيس دايما بيشدد على هذا الملف تحديدا أن القرى الأفريقية القرى الأوروبية تتحمل تبعيات أو أعباء هذا الجزء طبعا هو بالنسبة لها مشكلة مؤرقة اقتصاديا وأمنيا لابد من توفير فرص تشغيل لدول القرى التي كانت مرتع لفترات استعمارية أنهكت الشعوب الأفريقية والنهاردة ما زالت تدفع القرى الأفريقية يعني استكمال الفاتورة في شكل تغيرات مناخية بتؤثر بالسلب طبعا على كل القرى الأفريقية فالنهاردة يمكن هي الدولة القرى الأفريقية بتدفع الفاتورة بدون أن تكون هي محدثة الأثر في الأساس فعشان كده بنقول هي فرص تشغيل مش هتيجي ألا باستثمارات أو بدخل استثمارات سواء في البنية التحتية اللي بتحتاجها القرى الأفريقية ومصر باعتبرها هي دولة محورية زي ما قلنا وتعتبر بوابة للقرى الأفريقية فممكن من خلال التجربة المصرية اللي بينظر إليها كل القرى الأفريقية باعتبرها أنها ممكن تقابلة للتطبيق داخل القرى الأفريقية لفكرة الاستحداث بنية تحتية فكرة الارتقاء بمستوى الخدمات المؤدى للشعوب فكرة الاستدامة في المشروعات اللي بتحتاجها القرى فكرة الاقتصاد الأخضر ويمكن هو دوت الاقتصاد الأخضر واستدامته أعتقد النهاردة منها أهم المشروعات أو من أهم المحاور اللي ممكن يتم فيها دعم القرى الأفريقية في شكل مشروعات واستثمارات من قبل القرى الأوروبية بالكامل أو الاتحاد الأوروبي وضخ هذه الاستثمارات في الداخل الأفريقي منها تعيد إحياء فرص التنمية من جديد وتعيد القرى الأفريقية ما تم من نهب السروات في شكل خدمات واستثمارات وأعتقد أنها تكون إيطاعة فرص تشغيل للشباب اللي هو بيسعى إلى الهجرة غير الشرعية وهو دوت طريقة محاربة الهجرة غير الشرعية هتبقى عن طريق ضغق استثمارات وإيطاعة فرص عامة للشباب الأفريقي اتفاقات الشراكة اللي تم توقعها بين مصر والإتحاد الأوروبي من حوالي 2010 تقريباً هل أتت ثمارها إلى الآن هذه الاتفاقية أم نحن بحاجة للمزيد من تعاون في مجال الاستثمار وتحديداً الاستثمار الأجنبي المباشر طبعاً هي الاتفاقية كانت جيدة جداً باعتبارها أنها تزل الكافة الرسوم الجمهورية وتتيح فرصة التبادل التجاري ما بين الطرفين فأعتقد أنها مرضية وإنك أن العمل على زيادة التبادل التجاري هو هدف الدولة التاسعة إليه النهاردة فكرة المبادرة التي أطلقها سيد الرئيس بالوصول بالصدادات المصرية 100 مليار دولار أعتقد أننا في طريقنا للوصول هذا كان حلم في بداية المبادرة كان حلم وصعب الملال لكن مع الجهود التي توزلها والسعي التي نرى من قلسات الرئيس ودولة رئيس الوزراء أعتقد أن الأمور في طريقها ممكن للوصول ففكرة أن التجديد أو خلق اتفاقات جديدة أو الشركات الجديدة هي موجودة بالفعل يمكن بس هي الفكرة أن الأزمات وضعت مصر في بؤرة الأحداث ووضعت مصر باعتوارها بما تمتلكه من إمكانيات أنها مش عشان خطر بالضبط النهاردة هي مصر اللي هي دور محوري ما بين عربي أفريقي أوروبي فأعتقد أن الأمور في صالح مصر نهاية التحقيق يكون لها دور كبير في المستقبل بإذن الله أحنا أخيراً أحنا محتاجين استثمار أجنبي مباشر في الفترة الحالية بالفعل طبعاً هو استثمار الأجنبي مباشر معناها رؤوس أموال وتوطينها في الداخل ويمكن الأهم كمان مع رؤوس الأموال اللي نحن بيحتاجها أنه توطين تكنولوجيا جديدة على البعد المصري أو على الاقتصاد المصري ده بمعناها أنها زيادة الحصيلة الدولارية معناها إتاحة فرص تشغيل معناها استقرار في الوضع الاقتصاد المصري وطبعاً بتكلم دايماً المستثمي الأجنبي لما بيدخوا استثماراته بشكل استثمار أجنبي مباشر بيبقى المنتج اللي بينتجه جزء منه السون محلي وجزء منه التصدير وحنا عندنا البيئة التشريعية اللي تسمع أعتقد أنه حتى فيه إيجابية في الموضوع التشريعات فيه إيجابية حتى لتلافي أي عقبات ممكن تحدث في المستقبل أنا بشكراً جداً دكتور محمد البهواش الخبيل الاقتصادي والباحث بكلية السياسة والاقتصاد جمعية السويس نورتين يا فاند من الارض شكراً لحضراتكم وكتورك فاند شكراً جزيلاً شكراً لحضراتكم هسيب حضراتكم دلوقتي بعدما وصلنا لنهاية حلقتنا مع صديقي كابتن كريم رمزي ورقم عشرة تصبحوا على ألف خير ودمتم في رعاية الله وأمن السلام عليكم